بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف مرسلين مرحبا بكم يا طلبات جامعيين في هذا الفيديو سأشرح لكم طريقة الانتقال في الجامعة في هذا الفيديو سنشرح لكم طريقة الانتقال في الجامعة هذا الन ذاك Large وان شاء الله في الفيديوهات القادمة قبل ما أنكم تديرو لي Control لأنو لконترول تواعكم راح تكون في 17 J dissect يعني ان شاء الله في نوفمبر و ديسمبر ان شاء الله نشرح لكم كيف تحسب المعدل بcómo هذه الطريقة الانتقال في الجامعة تخص نظام LMD نبدأ على بركة الله في الدورة الأولى هو أنه طالب نفطارده تحصل على 10.65 وتحصل على 10.90 أنه المعدل تعوجه خرج لكين حكموا اللولة والثانية ونقسموا عن الثنين سيري اللولة والسيري الثانية لازم نلقاه عشرة إذا ملقيناش عشرة معنتها رح تدخل للإستدراك اتفقنا إذا لقيت عشرة باللي راك طالع من الدورة الأولى يعني بدون إستدراك نفطارده أنه طالب أنه تحصل على 10.50 في السيري الأولى وفي السيري الثانية أنه تحصل على 8.50 فبالتالي ما يقدرش يدخل في السيري اللولة لأنه راود عسر فاصل الخمسين لازم تدخل في السيري اللي ما جبتش فيها المعدل مثلا هنا 8.50 لازم أنه يدخل في الإستدراك لما يدخل هو أنه يدخل في المواد اللي ما جبش فيهم المعدل ما طلعش فيهم فبالتالي لما تدخل الإستدراك وتطلع من 8.50 حتى العشرة كي تجمع اللول والثاني وتقسم على الثنين وتلقى عشرة معنتها راك نجح اتفقنا بالنسبة لمثلا أنه نفطار ذو طالب أنه تخل الراتراباج وبقتله كما راه يعني عشرة هذه فاصل خمسين زي 8.50 تساوي 9.50 اسك راسب أو أنه طالع بالدات كيف تعرف روح الطالع بالدين معنتها يبقى وسيلوك هو يسمح للطالب بالانتقال إلى السنة الثانية عن طريق الإنقاذ النجاح بالدين مع ملاحظة ما يلي يجب أن يتحصل الطالب على 30 راسد على الأقل بالنسبة للسوداسيين وش معنتها؟ معنتها لازم على الأقل سوداسي واحد يعني السوداسي الأول والله الثاني لازم تجيب عشرة معدل والثاني معلش ما تجيبش يعني لازم على الأقل أنك سوداسي تجيب فيه المعدل نفطار ذو مثلا السوداسي الأول جبت 10.50 والسوداسي الثاني جبت 8.50 وتخلت الراتراباج وما تطلعتش أنك هنا تطلع بالدين اتفقنا لازم يكون عندك الرصيد 45 وراح شرحيكم إن شاء الله الرصيد في فيديو واحده وبهتفهموه مليح اتفقنا لأنه الرصيد رأيه يخص كل مادة فقط هذا ما كان المادة اللي يجي فيها المعدل أنه تضيف لها الرصيد وكل مادة عندها رصيدة المادة اللي ما تجيبش لها المعدل معنتها أنك تنقص الرصيد داخلها فقط هذا ما كان فبالتالي نفطار ذو أنه 8.50 قد كما راهي هنا تطلع بالدين لماذا؟ لأنه السوداسي الأول ما تحصل على 30 رصيد لأنه اللي يجيب عشرة عنده 30 رصيد هنا 8.50 يكون الرصيد تأك أقل من 30 تلقاه 18 أو 16 فبالتالي هنا تطلع بالدات يعني أنه العام الجاي إن شاء الله تعقب لي كنترول معت السنة الأولى مثلا أنت سنة الأولى راح تنتقل للسنة الثانية أنت تقرأ السنة الثانية عادي ولكن كيوصلوا لي كنترول أنك تروح تقلب الدين تحب تقلبه في السنة هذيك ولا تخلي حتى للسنة الثالثة الليسوسية القبل للتخرج ويفضل أنك اللي يطلع بالدات أنه يقلب الدين تعه مباشرة أنك يطلع السنة الثانية أنه لما تجي لي كنترول أنه يروح يقلب الدين تعه في السنة الأولى بالنسبة للراسب هو أنه مثلا أنت تحصل على 9.50 9.50 ودخلت الاستدراك وأنك ما طلعتش تبقى كيما رأي 9.50 9.50 هنا أراك أراسب اتفقنا أتمنى أنكم أفهمتوا كيفية الانتقال في الجامعة وهذا رأي نظام الألمدي ليس النظام الكلاسيكي أتمنى أنكم أفهمتوا ولي مفهمش نقول لي فقط وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر